بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مع بعض الجزء الثاني دلوقتي من معبد اطفو هنبدأ بالصالة صالة الاعمدة او الاسخطاعات الصالة الكبيرة 12 عمود من اروع ما يكون في طرز الاعمدة فيها 3 حاجات مهمين جدا لازم حتى توقف عندهم شعائر تأسيس المعبد بردوات المعمل برمجات المكتبة اي معبد عشان بداية الخلق وزي ما قلت الصورة طوب اللبن وبداية الخلق الملك كان لازم يعمل شعائر اساسية لتأسيس المعبد المعبد ده ان هو بيجدد بها قوة الخلق بتاعته يعني يرجع النقص وعشان كده كتاب امحطب اللي اخدته السمى للاليها زي ما بنقول كتاب تخطيط الاماكن المقدسة من التاسوع الاول بداية الشعار الملك يخرج من المعبد سيشات توقف تحدد المأساة بتاعة المعبد بالكامل امام الملك سيشات سفخة عبوه ربت السبع وراءات لان الملك بيقضي اول ليلة في حساب سير النجوم بمعاونة سيشات بعد ما سيشات بتقوله والملك بينفذ اللي ما جاء في كتاب تخطيط الاماكن المقدسة من التاسوع الاول اللي كعمل ويمحطب سيشات بعد كده يعزق الارض قدام قالي لا وبالمناسبة اللي بيعزق الارض قدامي هنا هو بطلميوس اربعة بطلميوس اربعة هو اللي بيعزق بعد كده بيحرك الحجر الاول في المعبد او بيحط الحجر الاول في خندق المعبد عشان يؤكد تأسيس المعبد او وضعه امام الاله حرص لارضاؤه بعد كده الملك بيجي يرش ملح النطرون اللي حيبدأ يزر قدامي بيرش ملح النطرون كل حاجة بتبقى رائن كذا رائع يعني تعويزة لكذا قراءة لكذا يرش النطرون امام الاله رش النطرون هنا لتثبيت المكان والتطهيره من كل اي شيء ممكن انه يكون سبب ليه الازاة بتاعه بعد كده يبدأ الملك يطلق البخور امامه ويعمل عملية اسمها تكريس المعبد بيكرس المعبد بالهيكل بتاعه اللي موجود الهيكل بتاعه بيطلق امامه البخور لتبجيله وليه تمكين المعبد تماما انه يكون ليه الاله حرص ويب يتبع لم بعد كده بيتم عملية افتتاح المعبد وتحديد المكان بتاعه في وجود المعبود حرص هنا ايزا الملك اضى الليلة الاولى في عملية ارضاء الاله في عملية اتباع ما جاء في كتاب محطب زي ما قلنا في البداية بعد كده مش الخطوات سي شات ثم هز الحجر الاول التثبيت احيانا بنلاقي الملك بيدي عملية الرملة هنبدأ نشوف المناظرة على باب المراجعة بسرعة جدا مع بعض ايدي بطلميوسر على الجدار التاني بالمناسبة لو الدنيا زحمش مال بتروح اي تاكيمين ايدي بطلميوسر بقى هو خارج من الاصل هادي المنظر بتاع الملك بقى هنا المنظر ده بيختلف شوى في ناحية الشمالية هتحور وهي بتاخد الملك الى مكان حرص علشان ينهي على اعداءه ويتقول له تمام ان انت حيكون ده الملك ابنك اللي حيقوم بعملية انشاء المعبد اوليس هادي سي شات بتظهر تاني والملك بيظهر معاه وبيعمل عملية التكريس بيزيد احيانا في المناظر حاجة كمان هنشوفها وإحنا بتتحرك دلوقتي مع بعض بعد ما سي شاهد سفخة عبوبة الطمن الملك بيرمي هنا الرمل القاء الرمل ده يمكن منظر ما شوفناهوش ناحية تانية وسببه الاساسي زي ما قلت رحطك انه بيقضي الليلة الاول بيدك بالرمل الرمل عشان يغطي على الطين اللي هو الطوب اللبن يعني كأنه بيكمل ما أوصى به امحطب في كتاب هادي تقدمة اللبن او الوداع الاساس بتاعة المعبد والقطع الطوب او الاساس بتاعة المعبد اللي حيتحط الحجر الاول عملية التثبيت بتاعة المعبد والتكريس بعد كده ماشيين احنا زي ما حضراتكم شوفتم مناظر من اهم واروع المناظر الموجودة اللي عايزة لفتنظر حضراتكم ليه وده مهم جدا بالنسبة له بعيده مرة تانية ان شعائر تأسيس المعبد لا تعني ان الملك بيقول انا بنيت المعبد ولكن الملك هنا ينفذ ما بدأه امحطب في كتابه الذي اخذ الى السماء وهو الكتاب وضع الاماساس اماكن المقدسة وفقا لي المعبد طيب بقية الصالة بقى فيها ايه بقية الصالة بتبدأ تشتغل خدمة يومية بتبدأ مناظر بتبدأ تحرك لمتابعة الامر من قبل المركبين الشهرين اللي الى هنا اللي في المعبد حورس وهطحور بعض زملائنا واخواتنا بيفسروا احيانا المنظر اللي حضراتكم شايفينه قدامكم اللي هو حملت المراكب لحورس وليم هطحور هتلاقي الملك لابس الصندل البعض بيفسر انه هنا مش قدس الاقداس البعض التاني بيفسرها تفسير حلو ان المصري الاديم دايما بيبقى حريص يصور الشخص الغير مصري باي حاجة تديك انطباعة انه مش مصري يعني درجة الخواجة ما يعرفش طبعنا فممكن يصور بكذا بقية الصالة مش بقى معايا في الخدمة المعتادة تقدمة قربان عادية جدا الملك بيقدم امام حورس بيحرق البخور بيقدم بيكتب مجموعة من النصوص بيتلقها من حورس الهدايا والقربين اللي حورس ممكن انه يقدمها له في العالم عشان يستمر كملك يعني هنا مثلا ممكن يدرب السستروم قدام الاله درب السستروم هنا نوع من السعادة اللي بيديها للاله والتسري عنه لان الاله لما يسر عنه حيسر هو عنك في نفس الوقت وهتكون الامر متبادل هنا الملك مثلا بيقدم مجموعة من القلادات امام حورس وحطحور هاللاحظ ان الحجرة دي بالكامل شغل بطلميوس اربعة فيلوباتور ولما بيظهر مع زوجته دايما بتكون ارسينوي التالتة هنا الملك بيقدم مجموعة من القلادات امام حورس وحطحور بيصور الملك امامه هاللاحظ زي ما قلت برة وشوفنا في المعابد كلها او معابد دندرة اللي اشتغلنا عليه وقسنا ان دايما هو بيقدم ما بيقدمش بنفس التال بيبدل التجان تبديل التجان تبديل رموز تبديل اقاليم تبديل سيطرة على كل جزء في البلد فده معنا ان الملك هيحكم مصر كلها وفقا لما اوصى به الاله وقال به ان هو يستحق يكون وريس هنا بيقدم له قلادة الاوسخ والمرة دي بيظهر فيها حرص متعوي لان قلادة الاوسخ زي ما اتفقنا واوسخ معناها الوسعة هي القلادة اللي بتحتضن الكتفين وهي اللي ظهرت في الفصل 148 من كتاب الخروج للنهار لانها كانت توضع للمتوفة وفي نفس الوقت بتخدم الاله كأحد القرابين الخاصة به الحبال اللي بيمسكها الملك او الدعمات اللي بيمسكها الملك عشان يقضي على عدوه الشهير اللي هو ست ازاي حيقدر انه يربطه او يمسك العدوه في اتمام الاعيات الفازات بتاعت النوم كل دي انواع من القرابين الاساسية اللي الملك بيقدم والرموز اللي الملك بيضمن من خلالها ان يستمر ملكا قويا مرضيا لحور لانه لو ارض حرص في هذا المكان هو ارض كل شيء تقدمة علامة الشن لما بتقدم له حطحور واحيانا بتفسر المنظر ما شفناه في دير المدينة او هنشوفه في دير المدينة ان شاء الله هنلاقي انوبيس هو اللي بيقدم علشان يقدم المنظر الاساسي بتاعه وهو الامر ندخل لصالة البر دوات المعمل المعمل هنا واحد من الاماكن المهمه جدا لان هو كان مكان تجهز في كل القرابين الاضطرية اللي بتقدم في المعبد دائما الكهنة كانوا بيستعملوا لهم الكهنة كانوا بيستعملوا للالله الكهنة كانوا بيستعملوا الملك لما ييجي في المعبد في الزيارات المقدسة لابد انه بيشوف الزيوت المقدس لشان كده اللي هي دائما الملك بيصور وخلفه احد الرموز اللي هي بعيدا ابنه وبيقدم هيئة بولهول مثلا تا throat اديمت هيئة بولول وتقديمة القرضحين تقديم Avil لرموز الزمن وبعض رموز العطور الجميلة اللي بتقدم الاواني العطور اللي بتقدم والديهانات اللي بتقدم امام حرص وحتحور على الجدارين بنلاقي كمان تقدمة سنابل الامح اللي بيقوم بيها الملك سنابل هنا والسنابل سنابل الامح او سنابل العطور بشكل عام لما بتقدم هو نوع من تقدمة النبات واخر اللي بالكه ان النبات الطبيعي لما بيتاخد بيطلع منه اجمل الروح حتى نقول ده تركيبات عطرية نباتية مش تركيبات صناعية يعني يركب احيانا ويمسك مجموعة من الاواني وحنا بيمسك مجموعة من المقاييس صلاة قدامنا كلها كاملة هي بتمثل عليها كل المناظر بتاعتي اللي بتمثل مراحل العطور وصناعته الكاملة وتقدماته بكل انواعها في داخل المعنى اللي عايز اوصله من هنا هنا مثلا بيحط البخور بل البخور كان نوع من العطور هنا اللي عايز اقوله لحضراتكم شيء مهم جدا وهو ان المعبد لم يكن مكان للعبادة كان مؤسسة كاملة مؤسسة كاملة فيها كل شيء انا مش هشتري حاجة من بره المصر اللي عاوز يقول كده انا مش هشتري حاجة من بره انا هجيب كل حاجة من عندي العطور الاواني التطهيرات حتى الاواني اللي بتتصنح هنلاقي فيه فريز احيانا بيظهر فيه حملة رموز الاقاليم وكل واحد منهم ماسك الاواني الاواني العطرية اللي جاي بيها وهنا هنشوف مثلا بعض الرموز وبعض الملكات زي مثلا لما بتظهر ارسينوي التالتة وارسينوي الرابع هم بتصورين بيحملوا الرموز القرابين بنخرج منها بعد كده عشان نبدأ الجزء التاني من شغلنا وهو مكتبة المعبد مكتبة المعبد واحدة من اهم المكتبات او زي ما بيقول شاسيناء عليها ارشيف المخطوطات بتاع المعبد النصوص بتاعتها بتحكي لكل حاجة كان بيتضمنها المعبد حالقية الشمس المجنحة مسكنا على العطب العلوي علشان كده بلاقيها واخدة قصة الشمس المجنحة والمعبد يعني فكرة الابدية وعشان كده حالقية اللي اتنين اللي علمين والشمال منها بيفاقضيهم كان هم بيقولوا ان المعبد ابدي والسماء فيه او شمس المجنحة تظل ابديه الى سابد حالقية فكرة التعظيم في المعبد حالقية فكرة تسم الأذن ورسم العين في بعض الأحيان حو السياء لما بيتصوروا عندي فيه المعبد علشان كده بيقول لي ان المعبد في تأسيمة المكتبة بتاعته بيحطيلي كل الحواس الأذن والعين والأنف والفم في كل او السمع والبصر والنطق بكل حاجة موجودة عندي بمعنى آخر هو عاوز يقول لي ان المكتبة هتسمع وحتشوف وحتفكر وحيوحى اليك او هتقول لهم بأفكار جديه كل وسائل التعليم كأنه هنا بيحطها ل عشان كده كابار بيقول ان لوحة الكاتب اللي بيستعملها كانت هي اللي بتدي الدوام العلم الدوام المعرفة للإنسان بيتاج وبيقول للنص جوه انه خات كده من اللي ادهوله النص الشهير الموجود فيه الرامسيوم لرامسيس التاني كمان حاليا انه بيقول لي ان بورع او قدرات الإله رع او ربوز رع هي اللي كانت بتحرك المكان ده تعاقب النجوم والشمس عشان كده كانت سيشات لما تتصور عندي في الجزء ده من المعبد هي الشيء مهم بعض المناظر زي المناظر اللي قدامنا ده بيصور وهو بيطعن فرس او بيحط مجموعة من الحيوانات ده هنا مجموعة من الكتب السحرية اللي كان بيتعلمها علشان كيف يتقي ويقضي على الزواحف والتماثية وازاي يرقي ياخد الرقي بتاعة الفرعون